ثمنت أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإقليم سيدي إفن التدخل النوعي الذي قامت به القوات المسلحة الملكية بتعليمات سامية من صاحب الجلال الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية من أجل تأمين حركة البضائع والأشخاص في معبر القرقرات وأشهدت أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بالإقليم في بيان تم التلاوته خلال لقاء احتضنه فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالموقف القوي والحازم لصاحب الجلالة في التصدي لكل التجاوزات التي تهدد أمنى واستقرار المملكة والتفافها وراء جلالته لوضع حد بشكل جذري ونهائي لاستفزازات ميليشيات البوليساريو في معبر القرقرات فأسرة المقاومة والجيش التحرير في تعبئتها التامة والشاملة تجتمع اليوم لتندد بهذا العمل الجابان هذا العمل الصبياني اللي تتقصرفه واحد المجموعة القطاع الطرق ديال البوليساريو في هذا المعبر اللي تيربط بين المغرب والشقيقة الدولة الموريطانية وتتندد كذلك بالتحركات ديال الحكام الجزائر اللي تيمقنوا مثل هذه العمليات اللي تتمس بالأمن والاستقرار الإقليمي والمحيط ديال المنطقة وتتشيد بالتدخول ديال القوات المسلحة الملكية لتحت مضلة الأمم المتحدة وأمام أعيون المراقبين ديال المينيرسوق كان تدخل سليم وكان تدخل نوعي ودعت أسرة المقاومة كافة القوى والهيئات الوطنية لتعبية الشاملة بمختلف الأشكال الإعلامية والتواصلية والتوعوية للترفع عن القضية الوطنية وفضح الأكاذيب التي تنشرها الأبواق الإعلامية المناوئة للوحدة الترابية والتعريف بتاريخ نضال العرش والشعب وتضحيتهما في سبيل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية نحن نتكلمون اليوم أن نهني جلالة الملك بعد استقلال ونهني الشعب المغربي نحن فهانين بعد استقلال وكافة هنا عن استقلال الوحدة الترابية للمغرب واليوم أن نتكلمون على قرقلات أرض مغربية والسحرة مغربية أشيد بمجهودات القوات المسلحة الملكية في المعبر بتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس قائد أركان الحرب والحامي حما الوطن أنني أشيد بهم وتنفتخروا بالقوة انتعنا جميع الناس شفوا الأحداث اللي قعتمه وشفوا طريق كيف شحفره وهذا الشي كله يعني ضد المغرب لأنه كيشفه المغرب الحمد لله في الأمور المتحدة يعني صار كيرجع الحق دياله شيئا فشيئا كتب الحقيقة من الخيال وبعد أن جددت ولاءها وإخلاصها للعرش العلوي المجيد أكدت أسرة المقاومة استعدادها الكامل وتعبئتها الشاملة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية معربة عن دعمها لا مشروط لمقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية باعتبار هذا المشروع ينسجم مع الشرعية الدولية ويلقى المساندة من طرف المنتظم الأممي وفي المحافل الدولية اشتركوا في القناة